مرة أخرى ميليشيات الحوثي الانقلابية تصادر ملايين الريالات من شركات الصرافة في صنعاء مصادر محلية أكدت أن عناصر من الميليشيات اقتحمت مجددا عددا من محلات الصرافة بحثا عن العمولات النقدية الوراقية الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية وتحديدا فئات الـ 1500 والـ 100 ريال استهداف محلات الصرافة جاء استكمالا لحملة تفتيش بدأتها الميليشيات خلال الأيام الماضية شملت المتاجر ومراكز التسوق في العاصمة صنعاء صادرت خلالها عشرات الملايين من الريالات حملة الميليشيات التي تستهدف كما تزعم منع تدول الأوراق النقدية الجديدة نفذتها عناصر ما يسمى بجهاز الأمن الوقائي الذين يتصرفون دون رقابة ويسرقون الناس في العلن وفقا لوصف أحد التجار المصادر أوضحت أن الميليشيات صادرت مبلغ 25 مليون ريال من العملة الوراقية الجديدة من مركز الحظة للصرافة في صنعاء بحجة أنها عملة ممنوعة من التدول وحسب المصادر فإن بعض قادة الحملة من الميليشيات اعتادوا في مرحلة سابقة منح أصحاب محلات الصرافة والمراكز التجارية سندات استلام بالمبلغ التي تصادر منهم لكنهم خلال الحملة الأخيرة امتنعوا عن تحرير أي مستردات تثبت السحواذهم على الأموال مصادر تجارية في صنعاء اعتبرت أن حملات التفتيش عن الأوراق النقدية الجديدة ومنع تداولها التي تنفذها ميليشيات الحوثي باتت مجرد ذريعة وغطاء لعمليات نهب وسرقة واضحة تقوم بها الميليشيات للاستحواذ على أموال الصرافين والتجار في العاصمة صنعاء